مجددا تعز تبحث عن الدولة من تحت ركام الحرب والحصار إنها قصة المدينة من الحرب والحصار لإصال رسالتها للعالم تعالية هذا اليوم طبعا قام بما يعني عبارة عن جموع الأبناء تعز بشكل عام وكانت عبارة عن تأكيد لحرصهم وتثبيتهم للسلطة المحلية في المدينة يخرج أبناء المدينة بوقفة لمطالبة بإسناد الدولة وتثبيت أركانها من خلال مؤسسات السلطة المحلية في لحظة لا يزال فيها آثار الدمار في شوارع المدينة ومنازلها ومؤسساتها التي دمرتها الحروب ولا تزال أحياؤها مستهدفة بالقصف المليشاوي من خارجها في إعلان عام لإسناد الدولة يمرون على جراحهم يمرون على جوعهم والحصار المضروب عليهم مطالبين بتعزيز السلطة المحلية وعودة مؤسسات النظام والقانون مهيب بكل أبناء تعز العمل بفريق الواحد لإنجاح السلطة الشرعية برئاسة المحافظ معركة الدولة يخوضها أبناء تعز ليترجموا الإرادة الشعبية لأبناء اليمن برمته بمطلب الدولة ولا شيء سوى الدولة فوحدها الكفيلة بتوفير سبل الأمن والاستقرار هذه التضحيات العظيمة والاستبسال الكبير في حماية المحافظة يعني أن تعز ستتعافى بسرعة وستنقذ مشروعها الوطني سريعا ولكن لا تخلو من مطالب أولها دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية التظاهرة خرجت لتروير العالم تفاصيل عام ونص من الانقلاب والحصار وللتعبير عن إدانة الصمت الدولي تجاه جرائم الميليشيا بحق سكان المدينة ترجمة نانسي قنقر